اللي هو فريق 13 سنة فريق 13 سنة موليد 2010 بيقودهم الكابتن أحمد إسماعيل هذا المدرب الشاب الواعد بيمرن هذه الفرقة ودي الفريق 2010 طبعاً 2010 كانوا مجموعة كبيرة كان عددهم السنة 25 لعب هو قسم الفريق مجموعتين مجموعة 15 لعب ومجموعة أيضاً 10 لعبين وضم عليهم 14 بيه بس عايز أقول حاجة هو عيف تكر الألف أنه هيفضل في ألف والبيه هيفضل في بيه ممكن يحصل يعني مستوى يعلى ومستوى ينخفض يعني هيحصل هما الاتنين كيان واحد ولكن مقسمهم على فرقتين كابتن أحمد إسماعيل صاحب التشيرت الأزرق في الفيديو اللي قدام حضراتكم كاميرا الأبطال كالعادة كانت موجودة في النادي الأهلي وكانت في قلب التدريب عشان ترصد لحضراتكم الاهتمام بقطاع الناشئين في كورة السلة نشوفوا التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني احنا بدأنا الموسم دوت حوالي نص سبعة جمعنا كل الأولاد اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت بدأنا تمارين خمستاشر سبعة تقريباً لمدة شهر حوالي شهر بالزبط تلاتين يوم كنا بنعمل اختبارات للأولاد كلها كوتش داني مدير قطاع الناشئين وصل خمستاشر سبعة وابتدأ واحد تمانية معنا عادنا مدة أسبوعين اختبارات بشكل مستمر لحد ما بدأنا يعني خمستاشر تمانية أعلننا التشكيل الأساسي للفريق وشغالين تمارين على الجدول الكوتش داني بيحط والسيستم الكوتش داني بيشغال به معنا مفروض أن الموسم بتاعنا هيبدأ النقص التاني من شهر تسعة بدأنا الاسبوع دوت مهرجان الاتحاد كورت السلة كان منظمه في اسكندرية كان يوم الخميس والجمعة والسبت اللي فاتوا شاركنا فيه الحمد لله قدرنا نلعب مع فرق الاتحاد وسبورتينج وسموحة قدنا أداء كويس جدا والولاد قدوا بشكل كويس جدا أداء أكتر من رائع الحمد لله وسب انطباع كويس عند الناس وعند كوتش داني أنه أول مرة كان يحضر مهرجانات في مصر ويشوف النظام في مصر للمراحل السنوات الصغيرة كوتش داني كان ليه شوية معايير ووجهة نظر في أنه احنا كان ممكن يكون الأعداد بس ممكن يكون كتير شوية هو عايز يخلي العداد مثلا معينة عشان يدي للولاد طيم أكتر في المتشاط دلوقتي كلما بيكبروا كلما القوانين بتتغير يعني مراحل التلاتاشر واربعتاشر سنة بيبقى عدد معين بيبتدي يلعب في المتشاط مش كل الأولاد فهو عنده فكر عايز ينفزوا أن الولاد تاخد أكبر قدر ممكن من الوقت في الملع ويلعبه طايم كبير يعني الولاد مايلعبش بس شوط لأ ليه الولاد يلعب شوط واثنين وثلاثة بحيث أن مشاركته كتير في المتشاط والوقت الكتير هو اللي هيتطور من مستوى فهو ده ده الفكر بتاعه وده اللي احنا شغالين عليه الفترة دي وإن شاء الله خير يعني كوتش داني طبعا بيوجه اللعيبة بينزل بنفسه بيقف في التمارين بيتابع كل التمارين بيتابع الولاد كويس بيقيمهم كل تمرينة يعني فيه حاجة بيوقف الولاد وينسحهم جوا الملعب والحمد لله الولاد بتستجيب يعني وفترة عن فترة بيبقى فيه تحسن طبعا السن دوت يعني أنا بيبقى وجهة نظري المهارات الأساسية يعني الهدف من السن المراحل التعليمية في كورت السلة انتي بتعلمي الولاد المهارات الأساسية كلها فمهارات الأساسية في الباسكت كتير جدا يعني بداية من الدريبل للسلم للشوتنج للباسكت لكل المهارات الأساسية دي كتير جدا الأهم حاجة عندنا ان احنا الولاد في السن الصغير يطلع عنده كل المهارات الأساسية ماينفعش ولد يطلع يوصل لمرحات أربعتاشر أو ستاشر سنة يلعب مرتبط مثلا يبقى بسط ومش كويسة الدريبل بتاع مش كويس فاحنا بنهتم قوي بالمهارات الأساسية في السن الصغير وده الكوتش داني طبعا حطوا قبل كوتش داني طبعا سواء كابتن سايد صابر كابتن طير رجب كابتن سايد مصطفى كل مديرين الكتاعة الناشئين هو الحمد لله في فضل ربنا ان احنا كتاعة الناشئين في النادي الأهلي من احسن كتاعة ناشئين على مستوى مصر كلها وبناخد الحمد لله دوري مرتبط على حوالي خدناه خمس مرات اخر سبع ست سنين فالحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس احنا التمارين بتاعتنا كويس هو الكابتن دايما بيمراننا على قط وكده وديفينس اهم حاجة لعيد كابتن بيقول لها اهم حاجة استنادي الديفينس عندنا وانحنا الحمد لله دايما بيكسب كل الماتشات بتاعتنا بالديفينس عايز طبعا زي واحد ده با لعيد في الان بي ايه عندنا ماتشات اليوم الخميس هنعب فوق الـ 14 سنة احنا بنتمرن جامد يعني عشان احنا المفروض اللي احنا كنا لعيدنا في ماتشات سكندرية يوم الجمعة لعيدنا سبورتنج والاتحاد واسموحة والحمد للك سيدنا ثلاث ماتشاط وكابتن احمد بيمراننا تمارين اللي هو تمارين فرس تيم تمارين صبع ما فيش حد في فما بسهولة وكابتن داني بيساعدنا مثلا لو حد لو حد مثلا عمل حاجة غلط هو بيوقف التمرين بيصح حاله اكتر حاجة صح شوتنج عشان احنا احنا فرقة موظم الفرقة شويطة فبيركز معانا على الشوتنج فاحنا كويسين في الشوتنج فهو بيحسن بقى الديفنس يمكن المدرسة الاسبانية بتفضل الطوال يعني يمكن كابتن احمد اسماعيل يعني برضو في السن ده مبقاش فرق طول بينه لكن هو بيفضل اللعيبة تبقى تمركزها كلها طوال يعني لو بيخير باللعبين اتنين لعبين واحد طويل واحد قصير بس الاطول يعني اقل مهارة من القصير لا بيختاروك اوروبا كل لعب بالمناسبة كده هم عندهم الاساس هو الطول الحاجة التانية الفيجن الملعب هو مستر دي لما كلمت معك اهم حاجة ليقرأ الملعب فده طبعا في السن ده انا اصدع السن ده والاكبر شوية المهم انه يقرأ الملعب في الحالة دي هيبقى يعني اللعب اكيد اكيد هيبقى ليه مشتوى جاي جدا